كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في هذا الزمان أرى والله أعلم أن الله جل جلاله يسوق الأقدار ليسوق بها عباده إليه هؤلاء الناس يعيشون في هذه الدنيا والله أعلم بما يصلح عباده فقال الله جل جلاله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قال سبحانه وتعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون فلذلك الله يؤدب عباده بالسراء والضراء ويقود عباده إليه بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى ولذلك السعيد من فهم عن الله رسالاته والسعيد من رضي بقضاء الله وقدره والسعيد من جنب الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن بيت لي فصبر فواها لا إخوتي في هذا الزمان ومع شكوى الناس من ضيق العيش وكلة المال نقول لم يفهم الناس بعد حلاوة الفقر وقدر الفقر ولذلك أريد أن نتكلم في مواقف هذه الحلقة عن رجل كان يحب الفقر ويكرم الفقراء بل قال ابنه عبد الله كان أبي إذا سمع عن رجل فقير أحب أن يذهب إليه وأن تكون بينه وبينه صلة وكثيرا ما كنت أسمعه يقول الفقر الفقر أنا لا أعدل بالفقر شيئا إنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام جليل وكثيرا ما نقول أن هناك رجل أمة أمة وحدة قلنا في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه لما نزلت المحنة وطاشت الأمة ثقل الله الأمة بأبي بكر راجل تئيل راجل وزنة موزون فلما وقف وزن الأمة وكثيرا أبو بكر رضي الله عنه في المحنة يذكر أحمد بن حنبل في الفتنة فتنة خلق القرآن ولكني أحب أن أقول أن الإمام الإمام أحمد رحمه الله كان وهذه من أميز ما فيه كان لا يرى لنفسه فضلاً كان لا يشهد لنفسه فضلاً ولا يرى لنفسه حقاً كثير من أصحابه والعلماء كان الثوري سفيان يقول إن يوماً يحتاج فيه إلى مثلي لبئس ما هذا اليوم أنا الناس تسأل عني أنا الناس تطلب مني علم أنا الناس تطلب مني فتوى ولذلك من أدب الإمام أحمد مع علو قدره وعلو كعبه في العلم لم يكف عن طلب العلم بل كان يقول لابنه عبد الله انطلق بنا إلى مجلس فلان انطلق بنا إلى مجلس فلان انطلق بنا إلى مجلس فلان سبحان الله العظيم كان يسمع من فلان ويسمع من فلان ممنهم أقل منه رتبة كانت له المواقف المشهودة المواقف العظيمة جدا مرت عليه مجموعة خلفاء المعتصم المتوكل والواثق وكل واحد لحال معه والإمام أحمد سابت كما هو لذلك كان من أعجب ما قيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الفيلسوف رينو الفرنسي قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ان الأكبر ميزة في شيخ الإسلام لا يطابله فيها أحد أنه مات كما بدأ رجل واحد لم يتغير هو قال كده أنه مات كما بدأ رجل واحد لم يتغير فلذلك نقول أن قبل ابن تيمية هذا الإمام أحمد رجل واحد لم يتغير ولم يتلون عزب وسجن وسجن وضرب ووضع السيف على قفاه وأخرج وأكرم وجمعت له المجالس وأرسلت إليه الأموال وعرضت عليه الألوف من الدنانير ولم يتغير هو أحمد ابن حنبل رحمه الله وذلك لأنه نشأ منزل بداية وكانت نشأته من أم كثيراً ما علقت على قولهم حين يقولون وراء كل عظيم امرأة أقول أمه أمه الفقهاء الأربعة مالك والشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اللي راجع سلتهم إلى اللي ربتهم أمهتهم الأوزاعي والسعبي ربته أمه الأوزاعي اللي بيقولوا عنه عجزت الملوك أن تؤدب أولادها في نفسها أدب الأوزاعي أمه كان وراءه أم عظيمة إمام مالك كان وراءه أم إمام أحمد أمه أرسلته من سن خمس سنين إلى البادية ليتعلم لغة العرب ليتعلم الفصاح الشاهد إيه لما نشأ نشأة صحيحة لم يتلون ولم يخطئ تعالوا لندخل إلى سيرة الإمام بعد هذا الفاصل السريع أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أنا أحبكم في الله الرجال مواقف مواقف الإمام أحمد وهذا ما نريد أن أؤكد عليه في البداية كان رجلا يؤثر الفقر إنه لو أراد المال لكسب الملايين ولكنه يريد الفقر يحبه وكما قلت قبل ذلك أن الفقر فقران فقر أبيض وفقر أسود أما الفقر الأبيض فهو قلة المال مع سعة الصدر وثبات القلب والرضى بما قسم الفقر الأسود الذي يجلب الحقد والحسد والضغينة والهم والنكد وضيق الصدر وضيق العطم وكثرة الشكوى والسعي وراء الكثرة إمام أحمد كان من النوع الأول يبحث عنه ويعجب به لذلك قلت لكم كان إذا ذكر له فقير فإنه كان يبحث عنه ويزوره ويحب أن تكون بينه وبينه والصلاة إمام أحمد كان يصله الصلاة من أصحابه ومن معارفه فيرفض ويأبى ويردها رهن نعله عند خباز باليمن أكرى نفسه من حمالين عند خروجه إلى عبد الرزاق باليمن عرض عليه عبد الرزاق دراهم فلم يقبلها وقال لو قبلت منك لو قبلت من غيرك لقبلت منك وقصة وقصة يعني عايزين ناخد الموقف الجميلة قصة خروجه إلى عبد الرزاق أنه لما كشفت المحنة وخرج أحمد من السجن علم أن عبد الرزاق باليمن يريد أن يزوره في بغداد فراكب أحمد إليه وفي الطريق الإمام أحمد نفذت نفقته واخد مع فلوس الفلوس هو طريق وسط فآكرى نفسه للحمالين الناس الشيالين اللي هم في القافلة بيشيروا ويحملوا وينزلوا أكرى نفسه قال لهم أنا أشتغل شيال أشتغل شيال وكان يأخذ منهم درهمين درهمين يأكل بهما حتى وصل إلى اليمن ودخل إلى المسجد وهو لا يعرف محل عبد الرزاق فظل جالسا في المسجد حتى دخل الليل وهطل المطر كأفواه القرب ف قال له أهل المسجد قادم المسجد أخرج فإن نريد أن نغلق المسجد فقال له إلى أين أذهب وأنت ترى المطر وليس لي محل أنضي إليه قال أخرج فإن نريد أن نغلق المسجد فقال له هذا بيت الله وأنا عبد الله فدعي العبد في بيت سيده قال إما أن تخرج أو نجرك من رجلك هتخرج ولا شيء لك أرميك برة فقال الإمام أحمد سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قالوا سلاما ثم خرج والمطر كأفواه القرب فإذا باب بجوار المسجد يفتح ويقول له إلى أين تمضي فقال له الإمام أحمد والله ما أدري إلى أين فأنا لا أرى أين أضع رجلي الظلام والمطر والبرد قال له ادخل إذن قال فدخلت فإذا مائدة موضوعة ونار مشتعلة للتدفئة يعني فغيروا لي سيابي المبتلة وأعطوني سياب جافة وقربوا لي الطعام فأكلت ثم قال لي صاحب الدار من أين الرجل قلت من بغداد قال هل تعرف رجلا في بغداد اسمه أحمد بن حنبل فقلت أنا أحمد بن حنبل قال وأنا عبد الرزاق سبحان الله العظيم حسن النية وصدق النية يدخل الإمام أحمد بيت عبد الرزاق دون أن يدري يدبر الله له الأمر لأن الإمام أحمد صادق أنه زمرتلك كده ما كانش شايف نفسه شايف أنه ما يستهلش أن حد يجيله عبد الرزاق يجيل لا أنا لا أروح له ومضى إليه ونفدت نفقاته معاش فلوس ويكري نفسه ويدخل يا بيت في المسجد ويطرد من المسجد كل هذا لوجه الله فلابد أن يدبر الله له فجلس وتذاكر ورأى عبد الرزاق فاقت أحمد فأخذه مرة إلى خلف الباب وقال والله هذه الدنانير حلال ليست من بيع ولا شراء إنما هي من إرث أشجار لي زرعها أبي فاقبلها مني فرفض الإمام أحمد وقال له والله لو قبلت من غيرك لقبلت منك ولم يقبل صدقة في حياته لم يقبل هذه الصدقات غسالت ذنوب الناس لما كان يعمل يكري نفسه كان يعمل عند الحمالين كان يعمل مع الوراقين كان يعمل في الكاغد الكاغد اللي هو الوراق اللي بيكتب فيه ورفض مرة أبدا قال صالح ابن الإمام أحمد ربما رأيت أبي يأخذ الكسر لو قامل عيش بقايا الخبز أحيانا أني بقى رغيف كان منه فضل منه لقمتين النساء كده يركنوهم في الدولاب ولا في حتة كان يأخذ هذه الكسر ينفض عنها الغبار ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بالطيقة فيأكلها بخبز وعنب وتمر قال قال لي لما محمد بيقول لي صالح كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فنبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا وكنا إذا اشترينا الشيء تستره عنا كي لا يراه فيوبخنا وكان ربما خبز له فيجعل فيه فخارة عدسا وشحما وتمرات فيجيء الصبيان فيصوطوا ببعضهم فيدفعهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون يندع على أولاده كان عنده أولاد كتير الإمام أحمد كان بيته مليان أطفال فيندع عليه تعالى تعالى عندي حاجة دهالك يدي لهم فيبصوا له يدي لهم ويتحكوا إيه ده إيه اللي أنت بتدهونه ده ده حاجة ما تتكلش وكانت زوجته تغزل وتعمل وتأتي للأولاد بما يكفيهم إذا كان لا يستطيع أما في العلم فالإمام أحمد بطل الأبطال في العلم كان يقول أنا أحفظ ألف ألف حديث مليون حديث كان يحفظ ألف ألف حديث قال وما كتبت حديثا إلا عملت به هو ذا العالم هي ذي المواقف قال حتى مر به أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمته وأعطيت الحجام دينارا دينار بالنسبة لإمام أحمد ده مبلغ باهز جدا الدينار ألف درهم وكان بيأكل درهمين درهمين فأعطى الحجام دينار عملا بالحديث وكان أغلى شيء عند الإمام أحمد ما جمعه من من الحديث مواقف الإمام أحمد بقى عشان أنا خايف للحلقة تخلص مننا في فتنة خلق القرآن الإمام أحمد لما أتي به في محنة خلق القرآن وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق سبب الفتنة وسبب المحنة إن علماء السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أحمد بن أبي دؤاد حفص الفرد ونماذد من علماء الفتنة وعلماء السوء علماء السلاطين اللي ترزية المنابر زي ترزية القوانين اللي هو يقول للسلطان والحاكم اللي هو عايزه ويفصله الدين بالطريقة اللي هو عايزها على مدار الأزمنة كلها موجودون فلذلك أغروا بالمعتصم والمعتصم كان قائد المعتصم اللي هو لما صاحت المرأة ومعتصما سيّر لها الجيوش وقال لبيك وأنقذها ومع ذلك لما اجتمع حوله علماء الفتنة وأغروه إن القرآن مخلوق وإنه دي عقيدة عقيدتنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كلام الله كلام قديم أزلي والله سبحانه وتعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل يبقى القرآن كلام الله وقد يقول بعض الناس مسألة نظرية إيه المشكلة يعني؟ إن الإمام أحمد زي ما دخل عليه أبو سعيد الواسطي قال أبو سعيد الواسطي دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب فقلت يا إمام إن لك صبيان وعليك عيال وأنت معذور وأنت معذور كأني أسهل عليه الإجابة فقال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت أبو سعيد الواسطي بيقول لي الإمام أحمد يا إمام أنت يعني وراك عيال وراك بيت ربي عيالك قال له بقى دي دماغك كأنه بيقول لي الإمام أحمد كبر دماغك ريح دماغك الكلمة المشهورة النهاردة قال له الإمام أحمد إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت كم في زماننا ممن من أصحاب العقول المستريحة مريح دماغك ويقول اللي يعجب الناس ويعمل اللي يعجب الناس ويسكت عن اللي ما يجبش الناس الإمام أحمد قال عرضته على السيف ثلاثة مرات لا يقال لي اسكت لا يقال لي اسكت فقط وإنما يقال اسكت عن من خالفك وأقول لا اسكت ما يقدرش يسكت لازم يقول الحق الشاهد إن الإمام أحمد في هذه الفتنة أول حاجة أريد أن نستفدها منه العلم لما كانوا يقولون قل القرآن مخلوق أعطوني شيئا أقول به هتولي دليل ونقول به ولذلك كانت المناقشات لطيفة جدا ليس هذا موضعها لما استدلوا عليه بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء القرآن شيء قال شيء يبقى ربنا خالق القرآن قال سبحان الله ليس على هذا العموم ألم يكن ربنا تدمر تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء ولم يدمر فكلمة شيء لا تعني كل الأشياء الشاهد اللي أنا عايز أذكره لما علق الإمام أحمد وضرب ضرب الصوت الأول يقول بسم الله الثاني قال لا إله إلا الله والله أكبر الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله القرآن كلام الله غير مخلوق شفت إزاي هي دي النقطة إحنا قلنا أول نقطة العلم أعطوني شيئا أقول به النقطة الثانية الاستعانة بالله وتوطين النفس على الثبات لأن بعض الناس بيدخل المعركة ونفسيته مهزومة سرعان ما يسقط ويستسلم لكن لما يبقى داخل وهو واثق بالله ومتأكد أنه مش هيتراجع لا يتراجع يثبت يثبته الله ولذلك لما قال له زميله في السجن كان دخل معه السجن رجل نشال قال له يا إمام أنا ضربت مائة صوت في الباطل فاصبر على الحق فإن من ورائك أمة فقال له الإمام أحمد أنا أخشى الصوت أنا خايف من الضرب ما بس تحملش فقال له إنما هو أول صوت أو صوتين وبعدها لا تدري أين يقع الضرب قال فهونا عليك قال له هو أول واحد هتتألم الثاني والثالث خلاص مش هتدر بقى إيه اللي بيحصل بعد كده لأن جسمك نمل ما فيش مشكلة فالسيد قال فهونا علي الإمام أحمد كان ثباته نموذج ثباته أمام فتنة الدنيا وثباته أمام فتنة العلماء وثباته أمام فتنة الصلاطين وثباته أمام فتنة الإخوان اللي فروا وتركوه وتخلوا عنه لم يقف أحد موقفه هو رجل واحد وقف فثبتت به الأمة إخوتي أحبكم في الله وأستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله